اشتركوا في القناة لكن النهاردة هنتكلم باستفادة خلينا نرحب دكتور دينة أو السعودة المستشار التببي لشركة بايو ناتشورل صح كده؟ ليه بطلخبط مع اني بقالنا سنتين بيقول عليها أنا نفسي ساعة بقول بايو ناتشورل لسيا ما فيش أس في الآخر صباح الفل صباح الأمر يا حبيبتي موضوع مهم جدا وأنا فاكرة الأسبوع اللي فيتتكلمنا عنه وقلنا مضادات الأكسادة والأكسادة في الجسم بس خلينا نفكر يعني برضو المتابعين يعني أصلا أكسادة ونتجتها ايه وبعدين الستابل بعدها ازاي أخد بقى أو أحمي جسمي بمضادات أكسادة الأكسادة مصطلح كتير جدا مش فاهمين يعني أكسادة وبيسمعوا الأكسادة بس مش فاهمين يعني ايه أكسادة الجسم أن الجسم لما بيتعرض الأكسادة بينتج من الأكسادة حاجة اسمها خلايا شردة أو فري راديكيلز أو خلايا حرة بتمشي مالهاش مستقبلات بتمشي تروح تدمر للخلايا بتاعتي بتمشي الجسم كده بلا هدف وهي ليه هدف أنها تدمر الخلايا بتاعتي طيب في مشكلة بقى ان احنا كلنا بنتعرض الأكسادة مغير من نحس يعني مثلا لو بناكل أكل فيه زيوت الصفرة المهدرجة أو الزيوت المؤذية المقالي والحاجات دي كلها بتأكساد تياريتها المقالي اللي في البيت محلات بقى للشوارع والفول والطعمية والريسترنت اللي ما بتعرفش أصل الزيت صح ومش بس كده احنا كلنا بلاكل أكل للأسف فيه مواد حفظة يعني أي حاجة معلبة حفظة أكيد فيها مواد حفظة فبرضو بنتعرض للأكسادة نقف في الشمس طبعا الشمس مهم جدا عشان فيتامين دي لكن من نقعد في الشمس من غير ما ناخد مكمل غذائي في مضادة أكسادة أو من غير ما نحط الواقي الشمس بالسعاد ده بيأكسد عندك التقدم في السن بيأكسد عندك التدخين البشراها وصعب أن يعني خلينا برضو صغير ما قلت قبل كده متفقين صعبة وقل بطل تدخين محدش هيبطل تدخين أكيد مش هيقولك حاضر هبطل تدخين صعبة بالصبت فكل الحاجات دي والتدخين بيأكسد قلت النوم لأن النوم العميق ده بيعمل لي حاجة اسمها الديتوكسفيكيشن والجسم بيتنظف من السموم والمناعة بتزيد أكتر وانت نايمة بننتك كرات دم بيضة أكتر طب المياه الغازية الكحليات الكحليات بردو الإفراط فيها المياه الغازية الإفراط فيها هيحصل حاجة مش كويسة أن شوية المياه الغازية بتمتص المعادن والفيتامينات اللي بناكلها من الأكل الصحي فكفاية واحدة في اليوم أنا أصلا بطلت مياه الغازية بس أعلى بقول الناس اللي بتحبها ما تقطرش فيها وزي مثلا يقول لك الكافيين بيخليني أركز قوي فبتلاقي مثلا كل يوم خمسة ستة بيغرق نفسه كافيين لا ده مش صحي لأن بيحصلوا إكساس للكافيين الكافيين الزياد عن الرزوم بيعليلي ضربات القلب وبيعملي لي مشاكل كتير فلازم خلاص يبقى إحنا كده جسمنا بيتأكسد أنا بحب أكون المقليات أنا عايزة حاجة مضادة لأكسد أنا بحب أدخن عايزة حاجة مضادة لأكسد أنا سترس 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 وتولي الوقت في سترس وده بيأكسد وصعب أن أعمل كنترول على السترس طب إيه يا دينا بقى يا دكتورة دينا هنأمل إيه إيه الحل بقى أرشي